يعلم بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة كل سنة وحضراتكم طيبين يا رب عيد مبارك على حضراتكم جميعا وان شاء الله ايامكم كلها سعادة وفرح ودايما الشعب المصري بكل صحة وخير دايما يا رب بالتأكيد هنتكلم النهاردة مع ديوفي في الفقرة الثانية محمد جمال واحمد الهواري عن كثير كثير من كواليس فاطة الانتقالات والتعاقدات والمفاوضات في كل الاندية وتحديدا بكل تأكيد الاهلي والزمالك ده هيكون في الفقرة الثانية بس حابي بابدأ كلامي بحاجة زعالة النهاردة زعالت زعالنا النهاردة على منتخب كرة اليد للشباب وهو يودع بطولة العالم من دور الستاشر هيلعب بعد كده على المراكز الشرفية من التاسع للستاشر بس دي مش العادة دي مش العادة ما هبص انت اللي رفعت حجم توقعاتنا كل المنتخبات في كرة اليد ودايما نشيد بموظومة كرة اليد المصرية على مراحل العمرية أو على المراحل العمرية كلها في كل المنتخبات أداء مميز إنجازات كبيرة منافسة على البطولات مش مجرد مشاركات شرفية وبالتالي خروج منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد من دور الستاشر مفاجأة آه مفاجأة هتقول لي مفاجأة لي يا كريم ما عادي يعني ما انت مش هتعمل إنجازات طويل الوقت هو أولا احنا آخر حاجة عملناها في كاس العالم للشباب آخر بطولة قبل داية 2019 خلنا المركز التالت خلنا برونزية كاس العالم فطبيعي حتى لو هترجع شوية تاخد الرابع تبقى في التمانية الكبار على أقل تأدير بس ما تطلعش أساسا من التمانية الكبار هنا يبقى فيه خلل حصل فيه مشكلة حصلت مش عايزة أكبرها بشكل كبير قوي عشان هتفضل منظومة كرة اليد هي أفضل منظومة رياضية مصرية نجحة تمام بس احنا دايما بنفرح بكرة اليد بنحبك بنحبك يا كرة اليد بننبسط و بنسعد بإنجازات منتخبات كرة اليد حتى فرقنا المصرية وهتشرفنا في البطولات الدولية في كرة اليد أهل زمالك حاجة عظيمة طيب إيه اللي حصل؟ المنتخب ده ما تقدرش مثلاً تلوم لاتحاد في شيء المنتخب ده عمل منافسات كثيرة عمل استعادلات كبيرة تقعد الفترة الماضية ممكن القدر بس ما أسعفوش إن الجيل ده ما لعيبش كاس عالم للناشئين عشان كانت البطولة دي تلاغت بسبب الكورونا فما مرش بالمراحل البطولات العالمية قبل ما يوصل لكاس العالم للشباب ممكن بس استعادلاتنا كانت استعادلات المفروض محترمة جداً المفروض كنا نشارك في البطولة دي بشكل أفضل من جداً عفوا إنه عندك جهاز فني بكريد الكابتن صابر حسين هو اللي شغال مع الجيل دوت هو اللي بيعمل الإعداد كله بتاع الفريق وجيت قبل البطولة بشهرين وجبت مدير فني محترم جداً واسمي كبير جداً في كرة اليد هو الكابتن محمد الألفي يعني ما فيش اتنين في الناس اللي بتابع كرة اليد تختلف على الكابتن محمد الألفي حطها على جنب دي بس هي الفكرة إنه كان فيه واحد هو اللي شغال طوال الفترة الماضية يكمل يكمل خاصة إنه برضو اسمي كبير ونجمي كبير الكابتن صابر حسين يعني فيكمل ده ليس أبداً تقليلاً من الكابتن محمد الألفي اللي قلت لك إنه واحد من أكبر الأسماء في كرة اليد المصرية على مستوى التدريب طبعاً فيبدو إنه الأمور ما كانتش معمولة أو ما تزبطتش صح المراضي ما كملتش الصورة المثالية وزي ما قلت لك إحنا المشكلة أو الميزة بلاش المشكلة الميزة إن الناس اللي بتشتغل في كرة اليد اللي في مصر رفعوا دايماً سقف توقعاتنا دايماً يعني ناجي نلعب كاس عالم ناشئين إحنا أخذنا البطولة لما تلعب كاس عالم للشباب على أقل تبقى في الأربعة الأوائل لما تلعب كاس عالم للكبار على أقل من التمانية الأوائل إنت خلاص تحطتنا في المكانة دي وبين نفكر دايماً إن إحنا ليه لقى ما ناخدش البطولة فاهم؟ ممكن في أحيان أخرى أو في ألعاب أخرى تقول إيه لا يا عم إحنا نشارك مشاركة شرفية والله في البسكت بقى في الطائرة حتى في كرة القدم بس في كرة اليد لا البطولة العالمية دي إحنا نخش وسدرنا واسع إحنا ندخليني نافس عشان كده هو الزعل شوية النهار دي شوية زعل شكراً للمشاهدة